اشتركوا في القناة وقدم شكر أتوجه به إلى القائمين على مجلس الخميس الثقافي الذين لم يفتهم الاحتفاء بجريدة البصائر هذا العام على الرغم من الظروف التي تحيط بالعالم بسبب جائحة كورونا وقال الله وإياكم شر الوباء والبلاء البصائر كلمة وقوة الكلمة يضطرب منها صف الباطل مهما بدى متراصا والبصائر صحيفة رأي وصحافة الرأي مهمتها إظهار الحقيقة وبث الوعي والبصائر بأعوامها السبعة عشر كانت ولا تزال شمعة يستضيء بها قراؤها على طريق الحق والبصائر صحافة وإن من أولوياتها إحقاق العدالة وتوثيق الانتهاكات وإعداد التقارير الصحفية والتحقيقات المهنية الموثقة بشهادات الشهود ومما قيل في الصحافة بشكل عام إن الصحافة للشعوب حيات والشعب من غير اللسان موات فهي اللسان المفصح الذرب الذي ببيانه تتدارك الغايات ووثق أمير الشعراء أحمد شوقي شهادته للصحافة بقوله لكل زمان مضى آية وآية هذا الزمان الصحف لسان البلاد ونبض العباد وكهف الحقوق وحرب الجنف الجنف هو الميل والجور ومما قلته في سفر البصائر في قصيدة سفر البصائر سأزرع في دروب الحق شعرا وأكتب في وضوح الرأي نثرا وأقرأ من كتاب المجد سطرا يكون مفاده في الصدق سفرا يفرقنا التحذلق والتذاكي نقدم خطوة وتضيق أخرى فيا بغداد بعض الهم شكوا وبعض صراخنا سيكون مرا سنرفع فوق بيت العز رأيا ونفتح بابه ليذيع سرا بأن الكاتبين إذا تنادوا فتلك بصائر ستكون صدرا ألا يا أيها الراجون حقا سينبلج الضيا ويكون نصرا ويا أهل البصائر إن وعيا يفكك إفكهم ويشد أزرا فيا أهل المحجة إن ليلا به ضوء البصائر شق فجرا سنكتب نصرنا قولا مبينا وننشر عزنا في الأرض نشرا الانطلاقة انطلقت البصائر بفكرة كبيرة واسعة من غرفة صغيرة في ضواحي بغداد بمحرر واحد ومنضد واحد ومسمم واحد لكنها كانت صرخة مدوية وإيذانا بانطلاق الكلمة المناهضة ثم انتقلت سريعا إلى الأعظمية مدينة الإباء والمجد لتخط بحروفها واجب الوقت على العراقيين منذ انطلاقتها الأولى كانت ولا تزال مضيئة الحرف بهية المعنى قوية المبنى شجاعة المانشية والكلمات ثم بدأت مرحلة أخرى في جامع أم القرى مثبتة الأركان متشعبة الساحات اكتملت صفحاتها وتكاملت مع بعضها بعضا لتشكل سفرا مقاوما شاملا يتضمن كل نشاطات الحياة البصائر عضو مؤسس في رابطة الصحافة الإسلامية ورابطة الصحافة هي إطار تنسيقي يجمع الصحف والمجلات المطبوعة الملتزمة بميثاق الصحافة الإسلامية تعرضت البصائر عبر سنواتها إلى مداهمات ومضايقات عديدة تجدونها موثقة في سفرها وهي علامة وشهادة لها بعلو كعبها في ميدان الصحافة الحرة الوصف وصف جريدة البصائر كما جاء في كتاب البصائر قصة جريدة وتأريخ تجربة يتصدر على رأس صفحة الأولى عنوانان الأول رئيس وهو باللون الأحمر والآخر باللون الأسود وتكون مادة الأول مستمدة من كلمة البصائر التي عاددا ما يكتبها رئيس التحرير أما العنوان الثاني فتكون مادته من الخبر الرئيس في الصفحة كأن يكون بيانا للهيئة أو تغطية إخبارية أو تقريرا ثم تتنوع الصفحة الأولى بأخبارها العراقية والعربية والدولية وهنا تكمل الميزة عن غيرها فالانتقاء بين الأخبار وعرضها على الصفحة الأولى إنما يمثل وجهة النظر التي تريد البصائر إبرازها أما الكلمة فهي الملخص المغني في التعبير عن وجهة نظر البصائر تجاه مستجدات الأحداث أما الصفحة الثانية فعادة ما تركز على الأحداث المحلية والنشاطات التي تقوم بها فروع الهيئة من نشاطات وفعاليات كتوزيع المساعدات والمعونات على أبناء الشعب المتضررين وافتتاح الدورات العلمية ورعاية دورات تحفيظ القرآن وأخرى للإسعافات الأولية وغير ذلك كثير من الجهود والنشاطات التي يقوم بها أعضاء الهيئة وفروعها المنتشرة في كل المحافظات وتشاطر الصفحة الثانية مع هذه الفعاليات نشاطات الفعل المقاوم للاحتلال وذلك عبر فقرة شاهد عيان حيث تمثل هذه الفقرة موجزا للفعاليات التي تكبد الاحتلال الأمريكي أفدح الخسار وهي مستلة من الأخبار اليومية المعتمدة لدى وكالات الأنباء ويجري جمعها وتنسيقها لتعطي صورة موجزة لما يجري في العراق من فعل مقاوم ضارب لقوات الاحتلال وهذه الفقرة كافية للتوثيق والشهادة لمن قاوم المحتل الأمريكي بحق ثم تأتي مواضيع الصفحتين الثالثة والرابعة للتقارير الإخبارية والأخبار الدولية من الوكالات لإيضاح الكارثة التي يعاني منها العراق لا سيما وأن مخططات المحتل تجري برعاية إيرانية وقد خصصت أسرة التحرير فقرتين ثابتتين في هاتين الصفحتين الثالثة والرابعة أحداهما من العالم الإسلامي والثانية عن أحوال أهلنا في فلسطين تحت عنوان من أرض الإسراء وهي بهذا تريد أن تقول على الرغم مما يعانيه العراق من احتلال إلا أن البصائر لن تنسى المسلمين في العالم ولا الأهل في فلسطين لتكتمل الصورة التي تريدها البصائر في طرحها الإعلامي الهادف وتفرد البصائر صفحة كاملة وهي الصفحة الخامسة تحت عنوان قضايا وآراء تعرض فيها المقالات التي تعبر عن آراء كاتبيها غير أن البصائر ومن منطلق الحرية الصحفية أفردت هذه الصفحة لهذه الآراء ليتمكن القارئ من معرفة اتجاهات المفكرين والقادة والقوة والأحزاب والجهات السياسية من خلال ما يعرض على هذه الصفحة من آراء كتاب مشهود لهم بالأمانة القلمية والحنكة في الطرح تأتي بعد ذلك صفحتان منتصفهم السادسة والسابعة وقد خصصتا للمقابلات والتحقيقات وكان لهاتين الصفحتين صولات وجولات في ساحات تعج بالأحداث وسط موج متلاطم من تقاطعات التوجهات التي تتبناها قوى تستميت في خدمة برنامج المحتل وتنوعت المقابلات والتحقيقات على هاتين الصفحتين فلم تترك ساحة إلا ودخلت غمارها لتبرز للقارئ المترقب ما تكشفه البصائر من حقائق عبر بوابة اللقاء مع الشخصيات الفاعلة في المجتمع العراقي أو عبر بوابة التحقيق في أحداث يراد لها أن تطمس وتدفن معها الحقيقة كما امتازت هاتين الصفحتان باللقاءات الخاصة مع قادة ومفكرين وعلماء بارزين داخل العراق وخارجه وحققت في هذا السبيل لقاءات مهمة في مرات عديدة أما الصفحة الثامنة فقد خصصتها أسرة البصائر للدراسات الإسلامية المعمقة التي أخذت مادتها من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والفقه الإسلامي وهي بذلك كانت موردا ثرا لينهل قراؤها من هذا العلم الشرعي وتتيح للقارئ مهما كان انتماؤه تلمس حلول الإسلام المطروحة تجاه مشكلات الحياة وقد استطاعت البصائر أن تنوع مواضيع هذه الصفحة وتنشرها بأسلوب عصري لا يمل في إطار الثقافة الإسلامية العامة وأن تستقطب قراء متميزين تفاعلوا مع ما يطرح من رؤى إسلامية ودراسات وذلك بالتواصل معها بالتعليقات والثناء وفي بعض الأحيان بالردود العلمية ولم يفت أسرة التحرير في صحيفة البصائر الاهتمام بالمرأة التي كرمها الإسلام كما لم يعرف لها تكريم من قبل فصارت التاسعة صفحة الأسرة وقد أفرد لها عمود ثابت أسبوعي تكتبه الأخوات التي يتمتعن بقدرة كتابية تحت عنوان على ورق النرجس وتضم هذه الصفحة كلما من شأنه الاهتمام بقضايا المرأة والأسرة الإسلامية سعيا إلى أن تكون الصحيفة متنوعة تشمل جوانب الحياة كافة فالتحقيقات والمقالات الخاصة بالمرأة كلها تجدها في عرض جمالي لتطلع عليه المرأة المسلمة وقد كان للطفل المسلم حصة مع حاضنته وحاملة الحياة ألا وهي المرأة فكان أن خصص له أسرة التحرير عرضا مجزا من كتب خاصة بتربية الطفل ومواضيع متسلسلة عن قصص الأنبياء وأخرى في السيرة النبوية الشريفة أما الأدب والشعر الذي يعد في مواجهات الشعوب لكوارث الاحتلال بمثابة الديوان المسجل لهذه الأحداث ورفضها بكل ما يلهب الحماس ويعيد الثقة بأمة انتهكت فيها الحقوق واستبيحت حرماتها تأتي الصفحة العاشرة بعنوان مرافق الإبداع لتسجل حضورها في اهتمامات قراء البصائر الأدبية وقد استطاعت هذه الصفحة أن تنوع مواضعها بأسلوب حديث بعيد عن الرتابة المملة وتبتدأ بعمود أقول لكم الذي يسلط الضوء على فكرة أو ومضة أو مثل أو قصة ليستلهم منها العبرة ويربطها بالأحداث اليومية التي يعيشها العراقيون وتشمل كذلك على الموضوع الأدب الرئيس وغالبا ما يكون مناصفة بين القرآن الكريم والدراسات الأدبية وتشمل مواضع هذه الصفحة أيضا القصة القصيرة المنتقات بعناية كي توصل رمزية القصة بمفهوم يعرفه القراء وللقصيدة في تنوعها حضور أيضا في هذه الصفحة فقد تنوعت الاختيارات لتبرز شعراء إسلاميين عراقيين لم تكن لهم منافذ من قبل في طرح قصائدهم ورؤاهم ولم تقتصر هذه المنافذ على العراقيين فقد أبرزت هذه الصفحة شعراء إسلامية عرب عديدين وكتب رئيس تحريرها الأول الدكتور مثنى حارث الضاري مقالا بعنوان البصائر وعربات التسوق وكتبت أنا البصائر عين عراقية راصدة شعارات الاحتفال بيوم البصائر في السنوات الخمس الأخيرة دأبت البصائر على إطلاق الشعار العام المحتفل به فكان أول شعار تطلقه البصائر سفر مقاوم ركزت فيه البصائر على الكلمة المقاومة والمناهضة للمشاريع الاحتلال وكانت المقالات والتقارير والموشينات تصب في هذا الميدان في إبراز الفعل المقاوم منذ انطلاقتها وحتى يوم الذكرى وفي العام الذي يليه رفعنا شعارا يبين قوة الكلمة وأثارها فكانت البصائر شعار البصائر قوة الكلمة وقد كان نبراسنا في ذلك ما قصه القرآن الكريم في مواجهة سيدنا موسى عليه السلام مع سحرة فرعون حين جاءوا صفا واحدا ويساندهم فرعون فقال لهم قولته وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابِ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى هذه الكلمة صدرت من سيدنا موسى بهذا الصدق فككت صف السحرة فيروي القرآن عنهم فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَةِ ومن هنا نتبين قوة الكلمة ثم جاء عام آخر ليكون شعار البصائر البصائر فروسية الكلمات ركزت فيه على فروسية الكاتب والمتلقي في آن واحد فليس كل من قال قولا هو فارس أو قد يكون فارسا ولكن المتلقي لا يكون فارسا فنريد أن تكون الفروسية الكاتب مع المتلقي وبعدها أطلقت شعار البصائر مساحة الكلمة لتفتح آفاقا لكل من يريد أن يقول كلمة الحق عليه التوجه إلى منصتها ومنبرها وها قد وصلنا هذا العام السابع عشر فكان شعارها البصائر شجاعة التوثيق والقصد منه بث الوعي لدى الجمهور العراقي أن الحق لا يسقط بالتقادم وأن ثقافة التوثيق يجب أن تأخذ مداها فليس من الإباء والشموخ أن تترك حقك ولا توثق الانتهاكات التي تمارس ضدك فعملية التوثيق مزدوجة الأهداف نلخصها بعبارة واحدة لتكون شعارا لكل المنتهكة حقوقهم وثق حقك وإجرامهم واستعرضت البصائر توثيقاتها منذ انطلاقتها وحتى اليوم فهي التي وثقت جريمة الاحتلال ووثقت انتهاكاته ووثقت الجهد المقاوم للمحتل ووثقت انتصاراته ووضحت أهدافه ونشرت فقه المقاومة للناس وكيف أنه السبيل الوحيد للحرية والكرامة ورصدت كذلك مآسي الاحتلال إجرامه انتهاكاته اعتقالاته تعذيبه للأبرياء قتله للمدنيين جريمة قتل عبير الجنابي جريمة قتل الأطفال في بغداد الجديدة جريمة القتل في حديثة وغيرها كثير وبعد ان اشتد عود الأحزاب الطائفية التي وفرها لها الاحتلال الأمريكي الحماية والرعاية والأمان وسلمها مقاليد العراق فمارست إجرامها كما المحتلون بل وفاقتهم في الإجرام والتنكيل بالعراقيين ثأرا منهم لا لشيء إلا أنهم عراقيون فكانت حصيدة رصد البصائر توثيقا لهذه الجرائم لتكون شاهدة على عصر تغلب الميليشيات ومن بين أبرز ملفات البصائر عن ذلك جريمة الشحن الطائفي تصريحات وأفعالا جريمة القتل على الهوية السرقات المليارية نهب ميزانية الدولة سرقت مصفا بيجي تقاسم الأرصف والموانئ والمنافذ الحدودية جريمة صرف 62 مليار دولار ثم لا يأتي التيار الكهربائي سوى ساعتين لا تقوى على تشغيل ثلاجة أو مبردة هواء ووثقت عمليات التغييب القسري ووثقت تهديم المدن وتهجير أهلها ووثقت الخيانات التي مورست ضد الشعب العراقي بذريعة الدفاع عن المذهب من جهة وذريعة التوازن والانتصاف للمظلوم من جهة أخرى 17 عاما والبصائر تتصدى لأعتى مشروع إجرامي نفذ على أرض العراق بتخطيط أمريكي وتنفيذ إيراني عانى منه العراقيون أشد الويلات ولكن عزاءنا اليوم أن الوعي الذي يتمتع به الشعب العراقي بلغ مداه ولم تعد عبارات الشحن الطائفي تنطلي عليه بل لم يعد للأصوات النشاز التي تتخذ من الفرقة سبيلا لتجزئة العراق تأثير على الصوت العراقي الصادح بما كانت البصائر تنادي به منذ السنوات الأولى للاحتلال حتى أنها كانت تتلقى الانتقادات من من كانوا محسوبين على صفها أنها فقدت البوصلة وأن الطائفة والمكون لها الأولوية ولكن هذه الأصوات غادرت المشهد بحمد الله إلى غير رجعة ولم يبقى في الساحة صوت مسموع سوى صوت الشعب العراقي الذي توثقه جريدة البصائر بكل عناية في ختام هذا التجوال البصائري من الانطلاقة إلى الوصف والتوثيق أشكر لكم هذا الحضور وأشكر القائمين على هذا المجلس وإلى لقاءات أخرى تجمعنا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته